شبكة عباقرة التلاوة تقدم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق ليدحظوا به الحق قَدْ تَخَذُوا آيَاتِي وَمَا كُنْذِرُوا هُزُواً ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يا ذا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعَيْذًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُوَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى أَبَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا قَالَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ لَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ السَّابَةَ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَابًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْكُرَهُ وَاتْتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغ فَارْتَدَّ عَلَى أَثَارِهِمَ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِدِّنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَيْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى سَهَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ عُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَا يَعْصَدًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبَرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعَتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَيْشَيْءٍ حَتَّى أُحْدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكَّرًا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُورِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمَّرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَا يَصَفَرَ قَالَ لَا تُؤَخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْيقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسَّرًا قَالَ أَنْ تَسْتَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا مَنْ ما قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلا قد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصابا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أنطلق حتى إذا أتيا أهل قرية قد استطع ما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدا أن يريد أن ينقض فأقامه فأقامه قال له شئت لاتخذت عليه أجرا سألتك عن شيء بعدها فالطلق حتى إذا أتيا أهل قرية قد استطع ما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدا أن يريد أن ينقض فأقامه فأقامه قال له شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى آيات بينات من سورة الكهف تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخوة الإيمان في كل مكان حان الآن موعد أذان الظهرة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة شكرا